السلام عليكم ورحمة الله. معكم اسابة من قناتكم جاسمي زون. النهاردة معدنا مع فيديو قوي جدا جدا جدا. بس قبل ما نتكلم ونعرف تفاصيل الفيديو بتاع النهاردة على ايه? ما نساش افكرك بالحاجات اللي هتظهر دلوقتي على يميني ديت. دي الحاجات اللي مطلوبة منك علشان تشترك في المسابقة بتاعتنا. طبعا الناس القديمة عارفة كويس قوي المسابقة وعارفة تشترك فيها ازاي. اما الناس الجديدة دي مسبقة احنا نعملها كل اسبوع معنا فايز كل اسبوع بقيمة بجيزة بقيمة عشرين دولار. كل اللي عليك انك بتعمل لايك للفيديو بتتفرج على الفيديو لغاية الاخر. وطبعا لازم تكون عامل سبسكرايب. لو انت مشترك برضه قديم هتلغي اشتراكك وتفعل زر على اشتراكك تاني. هتفعل اشتراكك تاني وبعدك هتفعل زر على الاشهارات للكل علشان يوصل لك الفيديوات بتاعتنا. ابعت لي الحاجات ديت. وطبعا الشير مهم جدا يعني. ابعت لي الحاجات ديت على الانستجرام او التليجرام اللي هتلاقي الموجود الرابط بتاعهم موجود في الوصف تحت. كل ما تتفرج على الفيديوهات اكتر وتبعت لي اكتر فرصتك في الفوزة تكتر لان انا ببعت دايما الجايزة بتاعت كل اسبوع لاكتر واحد عمل ومشاهدات للفيديوهات. هليني ارجع لموضوع تاني. الفيديو اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الموقع. صدقني تقريبا كده بيقول لو انت حتى مش محترف في اي شغلانة. انت بتعمل شغلة على قدك وشايف ان شغلك مانوش اي تلاتين لازمة. صدقني معانا شغلك لي الف الف لازمة. لان الموقع بتاع النهاردة انت هتقدر تحقق منه زي ما انت شفت في العنوان تحت كده. الف دولار او الفين او تلات تلاف دولار كمان كله على حسب شطرتك. خلينا ما نطولش كتير ونروح بسرعة على الموقع. رجعنا مع بعض تاني الموقع اللي احنا هنتكلم عليه زي ما انت شايف اسمه فايفر. ممكن في ناس كتير جدا من اللي بتفرج علينا النهاردة او المشتركين معانا من زمان يسمعوا عن الموقع ده تقريبا انا كنت تكلمت عنه مرة قبل كده بس طياري مش عاملنا عنه فيديو تفصيلي. آآ وفي ناس ممكن تكون سمعت عنه بس لقت ان العملية صعبة وانا ده لازم الناس بقى تكون بتعرف تشتغل ولازم تكون ناس محترفة ولا غيره. النهاردة احنا نتكلم على طرق ممكن تكسبك ده من الموقع. بطريقة سهلة جدا حتى لو انت مش حتى لو انت بتعمل شغل على قدك. صدقني هنا هتقدر تجمع مبالغ كويسة جدا. طيب خلينا نرجع مع بعض بس ونختصر الموقع شوية عشان ما نطولش في الفيديو. الموقع التسجيل سهل وبسيط جدا فيه كل اللي مطلوب منك انك اولا بتخش ممكن بيطلب منك. طبعا انا ده لدي داخل بالحساب بتاعي. بس ممكن تطلب انك يطلب منك انك تخش من حساب الفيسبوك او او انك تسجل بايميل وباسورد وبيانات. فدي هتبقى افضل شوية علشان ما يحصلش اي مشاكل في التسجيل بعد كده. بعد ما بتسجل بيبعث لك رسالة او تأكيد على الميل بتاعك اللي انت دخلته. كل اللي عليك انك بتروح تأكد الرسالة وبترجع تاني وبتشترك في الموقع عادي جدا. طبعا بتخش الموقع زيك زي اي سبون بيتفرج عادي ما فيش اي مشكلة. وهنتكلم بعد كده ازاي تقدر تخلي نفسك انك بيبيع سلعة او بيبيع خدمة على الموقع. الموقع سهل جدا وبسيط لدرجة انك ممكن تجيب شغلانة هايفة جدا وتقدر تعمل منها فلوس. ودي القصة بتاعت النهاردة. انا مش بكلم الناس احنا اه دايما في القناة هنا انا مش بخاطب هو عارف هو بيعمل ايه? انما احنا هنا بنخاطب الناس اللي مش عارفها تكسب ازاي? عايزة طرق بسيطة تربح منها. مش في ايده موهبة خارقة علشان يقدر يربح منها. بص يا سيدي. اولا انت لو دخلت على الموقع زي دوت كده اللي هو دا موقع عبارة عن بيع خدمات. بيع خدمات ديت سوى ازا كنت انتهت بيع او حد هيشتري او لو انت داخل تشتري. اول حاجة طبعا هتقابلها هنا في الصفحة الرئيسية. هتلاقي هنا الخنات بتاعة اه الاقسام اللي موجودة في في الموقع. هنا لو انت بتشتغل في مجال الجرافيج او دزاين او الديجيتل ماركتينج او الكتابة والترجمة او الفيديو الانيميشن او الميوزيك او البروغرام تيك او بيزنس او لايف او تريند حاجات زي كده. طيب احنا ايه 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 اللي ممكن نشتغل عليه للناس اللي مش او مش عنده موهبة خارقة يعني. هنتكلم في مجالات صغيرة جدا بس طبعا انت ممكن تخش وتشوف المجال اللي انت ممكن تبدع فيه. تخيل ان ممكن يكون في مجال زي دوت كده مسلا حاجة زي الميوزيك اللي انا فتحها في الاول. حاجة اسمها الناس اللي يعني ايه دي حاجة زي الناس اللي بتتكلم في الاعلانات. مش لازم تكون صوتك اجشي قوي زي الناس اللي بتتكلم في الاعلانات مسلا. اه بس في واحد ممكن يكون بيعمل مقطع فيديو معين. مش عايز يتكلم او لقي ان صوته وحش او عنده مخارج الحروب بايضة. فعايز حد يعلق له على الفيديوهات بتاعته. سوى اذا كان بيعمل قناة على او لو عايز يعمل اعلان صغير. او لو عايز يسجل حاجة معينة بصوته يعرضها في مكان معين. فهو ما عندهش الامكانية ولا الجرء انه يكسجل بصوته. فاكل المطلوب ان صوتك يكون كويس. وممكن لو دهرت في اليوتيوب ازاي تتدرب ان صوتك يكون كويس وازاي تعمل هتلاقي الموضوع ده سهل ومنتشر جدا على اليوتيوب. سهل جدا يعني. هتلاقي الخدمات فيه كويسة جدا. حاجة زي كده. طبعا انت هنا بتختار الصوت بتاعك. انت بتتكلم بانه لهجة. بالعربي ولا بالانجليزي ولا بالالماني ولا ايا كان يعني. هنا زي ما انت شايف هو بيقول لك انا ممكن اقدر اسجل لك كذا كذا كذا. الخدمة بتاعتي بتبدأ من خمسة دولار. بتبدأ من يعني معناها ان ممكن في اجزاء بتضاف للمشاريع اللي بينفزها او العميل بيطلبها ممكن تبقى فوق الخمسة دولار. بس احنا بنتكلم هنا على المنمم الحد الادنى خمسة دولار. مش هنتكلم برضو عن الموضوع ده دخيل ده انت مش محتاج تكون بتكتب مش محتاج تكون بترسم مش محتاج تكون بتشتغل انت كل اللي عليك بيجي لك سكريبت. بتقرأ بصوت كويس. تعملوا هندس الصوتها كويسة. خلاص. بقيت بقيت تقدر تبيع اي خدمة انت عايزها. آآ هنيجي هنا مسلا للحاجة زي كده زي انك تزيل الخلفية اللي موجودة. في مواقع اونلاين موجودة جاهزة انك تقدر تشيل منها الخلفية. طبعا هتقولي طب اللي هيخش هيدفع هيخش هيدفع عليه. لان في ناس كتيرة مش عارفة ايه المواقع اللي ممكن شيل منها الخلفية. مش معاه خلفية مسلا في برنامج زي الفوتشوب ان هو يقدر يشيل منه الخلفية بطريقة احترافية. ممكن يكون بيعرف يشيل الخلفية او بس بحاجة كده شكلها تعبان اوي فبالتالي بيبان القص فهو عايز واحد محترف شوية يشيله الموضوع دوت. زي ما انت شايف هنا هو الخبمة بتاعته بتبدأ من آآ عشرين دولار. زي ما انت شايف اهو مسلا صورة زي كده. هو راح شايل الخلفية بتاعتها وعدلها وزبطها لك بيديها لك بدون خلفية. نفس الكلام هنا مسلا بيشلوا العلامة مفروض يعني ان هو بيشلوا العلامة هنا. آآ هنا اهوات في خلفية بلون والكلمة هو بيشلوا الخلفية بتاعت الصورة. حاجات زي كده يعني هنا برضه هو نفس الكلام خلفية بس طبعا هو ما شلوش العلامة اللي موجود عليها انت لو محترف شوية طبعا هتشيل العلامات دي. ودي حاجة سهلة جدا في الشغلين احنا. آآ حاجة زي كده هو عايز شير البوكي. فبتبقى نمازج زي كده. هو طبعا انت لما بتكون لما بتكون بايع. فانت المطلوب منك انك بتحصت نمازج لشغلك علشان اللي خاشش يشتري الخبمة عندك. بيشوف الشغل بتاعك الاول عشان بناء على شغلك بيبدأ يقرر ازا كان هيتعامل معاك ولا لأ. زي ما انت شايف هنا هو بيقول لك انا هبدأ من عشرين دولار. آآ بالعشرين دولار دول هعمل لك خمسة وعشرين صورة. آآ سهلين. يعني لو انت جايب لي صور سهلة فانا هعمل لك ممكن بالعشرين دولار دول خمسة عشرين صورة. او عشرين آآ تقريبا لقطات للراس يعني. او خمستاشر فول بادي لو واحد حد بجسم كله كامل آآ بالعشرين دولار هعمل لك خمستاشر. طبعا انت ممكن بقى تفحص زي ما انت عايز. ده هنا بقى هنا بيقول لك بقى بيديك الخبمة تانية بيديك طبعا كل ما بتزود. هو بيقال لك في سعر الخبمة عشان يديك آآ برايس حلو. هنا طبعا مدة التسليم. الكلام ده كله انت بتحدده لو انت ببيع. آآ تمام? هتدور هنا بقى عندك في الخدمات. نفترض ان انا عايز ادور على خبمة معينة. يبقى هاجي هنا في السيرش. وهكتب اي حاجة يعني مسلا هكتب آآ آآ موفي مسلا. انا يعني مش محدد حاجة معينة. بس نفترض ان انا عايز ابحس عن حد عايز يعمل لي فيلم صغير. حد عايز يعمل لي مسلا ديزاين زي ما انت شايفة هو ديزاين للبوستر بتاع فيلم. بيبدأ من عشرين دولار لكزا. كلها خدمات سهلة جدا 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 ما فيهاش اي حاجة. يعني والله العظيم اسهل من شرب المهية. انت ممكن تعرض خدماتك هنا وصدقني ممكن تعمل مبالغ كويسة. حاجة زي كده عشرين دولار. عشرين في عشرين في عشرين في عشرين. الالف دي انت ممكن تعملها في اقل من شهر. لو انت شغلك كويس وممتاز هتقدر تعمل الخدمات بتاعتك وتقدر تجمع منها مبلغ كويس جدا شهريا. في حاجة انا مش شايف انها محتاجة محترفين في المجالات يعني. طبعا كل ما تكون محترف سعرك بيبقى افضل وشغلك بيبقى اكتر. فانت حاول تدور على حاجة تقدر تكون تطقنها في مدة قليلة او تكون انت اصلا بتعملها وتبدأ تزاكر فيها اكتر. صدقني الانسان بيفضل طول عمره. انا عن نفسي مني واحد. انا عارف شغل كتير. وفي مجال شغل اللي انا بشتغل فيه عارف برامج كتير. ومع ذلك لغاية دلوقتي لسه بذاكر. يعني لسه بحاول اشوف ايه الجديد عشان اذاكره. عشان ما يوقفش عند حد معين. اكتر انسان بيخسر في الدنيا هو اللي بيكون يقول لك انا بقيت طب. انا كده مية مية مية. محدش يقدر يشتغل زي. لا بالعكس. كل يوم فيه جديد. فانجا المهمة. عشان ما نطولش. هتيجي بسا بعد ما تسجل عندك هنا واكتفد بتاعك. انت كل اللي عليك هنا انك هتيجي حاجة اسمها خليك هنا بايع. تمام? هتيجي تدوس هنا. اه. هو هنا 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 اه صح هنا في الاول هنا. اه بيقول لك اه انت ايه? انا انا هاختار وانا بعمل سيلر. انا انا ايه? انا 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 رايتر انا فيديو اه من حيث الرايتر صحيح انت عندك في الخدمات انك حد يبعت لك حاجة وانت تكتب هالو. اظن دي مش محتاجة اي خبرة ولا محتاجة اي حاجة. حد بقيت لك نص وعايزك تترجمه. هتخش على المواقع اللي بتترجم والترجم هالو بس طبعا تكون ترجمة احترافية والترجم هالو. مش محتاج انك تكون رسام ولا محتاج يكون صوتك حلو ولا محتاج اي حاجة. انت محتاج تكتب والترجم. مش اكتر من كده. اه طبعا انت لو مش في ديت او مش في المهارات ديت فانت بتقول له بعد كده بيقول لك بقى ايه اه اعمل البروفايل بتاعك كويس اه اختار يعني من الاخر كده الحاجات دي معناها انه بيقول لك اهتم بالبروفايل بتاعك اعمل التخصص بتاعك مزبوط علشان اللي يبحث عنك او يبحث عن المجال دوت يقدر يجيبك بطرعة او يقدر يوصلك في القسم المختص يعني. زي ما انت شايف اهوت نفس الكلام. هو هنا بيقول لك اهوت حط الحاجات بتاعتك وحط البروفايل بتاعك كويس. اه حط الصورة ليك مع الاسم بتاعك عشان تبقى معروفة. اخر حاجة هنا ده بيقول لك لو انت عايز تبقى زي مضمون كده في الشغل او الناس بتعتمد عليك في الشغل. كل اللي عليك انك ممكن تحتاج انك تأكد الحساب بتاعك بالبطاقة. ودي موجودة في اي موقع كبير بيحتاج انه يأكد العضوية بتاعتك علشان تبقى اه معروف وجهتك ايه بالزبط. وهتدوس بعد كده. هنا بقى بيقول لك. اه عاجات كده ممنوعة انك ما تفتحش اه كزا حساب على الموقع. ما تعملش بيانات مضللة. اه ما تحسش الناس على شراء الخدمات. يعني التحايل اللي هو نظام تعمل حساب تاني ويشتري من حساب. يا فاهم? الحاجات اللي هي المضللة ديت يعني كل ده ممنوع انك تعمله على الحساب بتاعك عشان ما تتعرضش للأفل. يعني الحساب بتاعك ما يتقفلش. بعد كده طبعا ده البروفايل. انت مطلوب منك انك بتدخل البيانات بتاعتك. انا مش عايز اعرض البروفايل بتاعي. اه هنا بتحط بياناتك. بعد كده اللينك اكاونت بعد كده اكاونت سيكوريتي. الامام بتاع الاكاونت بتاعك. خلص البروفايل ده لغاية لما بيقول لك اله هنا تم مية في المية. يبقى انت كده البروفايل بتاعك جاهز. وخلاص كده بقى مزبوط. علشان تبدأ تبقى او 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 اختار. اختار المجال اللي انت هتبدأ به. وابدأ بعد كده اعرض خدماتك. وزي ما قلت لك. اي خدمة انت هتعملها لازم تكون مجهز صور او اعمال انت عاملها. اه مش لازم يكون عاملها لحد. ممكن انت تكون عاملها ما بينك وبين نفسك كده. اعمل شوية شغل ليك. بحيث انك لما تعمل الخدمة بتاعتك. تقدر اه تحط بتاعتك او اسمها ايه? اه تحط العينات بتاعتك علشان يقدر العميل يخش ويقايم شغلك وبالتالي يقدر يقرر ازا كان هيشتغل معاك ولا لا. اشتغلوا جماعة على الموقع دوت. طبعا في مواقع تانية كتيرة بس انا بتجيب لك موقع يكون مضمون شوية. مضمون شويتين تلاتة كمان. علشان تقدر تضمن ان شغلك يبايع وفلوسك توصل لك. بعد ما تحط النمازك بتاعتك وبعد ما تبدأ تشتغل وبعد ما تزبط البروفايل بتاعك وتبدأ تعمل تحط اعمال لك. تبدأ بعد كده تخش على وتبدأ تزبط او وسيلة الدفع بتاعتك وتشوف الفلوس بتاعتك هتجي لك ازاي? اه اتمنى ان انا اكون وضحت لك الصورة انك ازاي تقدر تشتغل وطبعا انت لما تخش في الموقع هتقدر تتفحص حاجات اكتر من كده بكتير اللي احنا لو خدنا كل الاخسام وتكلمنا عن كل حاجة صدقني احنا عايزين فيديو ساعة عشان نتكلم. اه اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد كان معكم اسامة. متنساش تشترك في المصابقة وتبعتلي على الانستجرام. سلام.